عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدوري برئاسة المستشار عدل منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق وجميع أعضاء المجلس يتي ذلك لمناقشة دور الجامعة في دعم صناعة تكنولوجيا وفي ريادة الأعمال حيث عقد الاجتماع بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وقام المستشار عدل منصور وأعضاء مجلس الأمناء بجولة بالحرم الجامعي حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسس للجامعة وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة في قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل مجتمعا معلوماتيا متكاملا من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا